لا تتجاوز أطلاقات سد دربندخان سوى 17 متراً في الثانية بينما تحتاج الأنهر الإروائية المغذية لها إلى 40 متراً بالثانية مما سبب شححاً وجفافاً في 50 قرية بناحية قراتبة الكميات المفروضة لنهر قراتبة يحتاج إلى 6 متر مكعف في الثانية ونهر السلام يحتاج إلى 2.5 متر مكعف في الثانية ونهر كشكول يحتاج إلى 2.5 متر مكعف في الثانية حيث يقوم سد دربندخان بتصريف كميات مطلقة لا تتجاوز 17 متر مكعف في الثانية في بعض الأحيان لا نقول جميع الأيام في بعض الأحيان وهذا يتأثر بشكل سلبي على الناطق الزراعي الزراعة المصدر الوحيد لهذه العوائل وشح المياه بهذا الشكل يسهم في تدمير الثروة الزراعية وحتى الحيوانية ومخاوف من استمرار نقص المياه ما ينذر بكارثة إنسانية وطبيعية قد تصيب الناحية زراعتنا تنتهي ونحن لا نعيد مصدر عايش غير الزراعة وثاني شيء نحن الثروة الحيوانية هم احتمدع الزراعة وبعض الأيام الصير ما يشرب ما موجود من عدنا الهجرة تهدد آلاف العوائل للبحث عن مصدر مياه جديدة فلا حياة بدون زراعة هكذا يقول فلاحون أو على الجهات المعنية وضع حل لهم بزيادة الإطلاقات المائية وإلا تكون العوائل وضحية السياسات خاطئة منذ سنوات شتنا على الفلاحة ما عدنا أي مصدر والناشد الحكومة إذا ما يجينا ما نشيل نحن منظر بهذه المنطقة ما عدنا عيشة عيشتنا على الفلاحة لا راتب لا شيء قد تكون الهجرة من القرى الحل الأفضل للأهالي فالأنهر جفت والأراضي الزراعية تصحرت والساكنين هنا يبحثون عن مصدر للعيش من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية